حوار بين ربنا والملايكة غير الحوار بين ربنا وإبليس بين إبليس والكفار بين المؤمنين وبعض المستويات واختلاف العبر في كل حوار يا شيك فاتحي الحكمة من الاختلافات فيه أراد الله عز وجل أن يكيم الحجة والبراهين بالدليل القاطع الذي لا شك فيه أبدا أن الله تبارك وتعالى أراد أن يكيم علي وأنا أقول حينما أقول علي أي أني خلق من خلق الله متمثل علي هنا سواء كان الملائكة أو الرسل أو إبليس أو كان البشر أن الله يكيم الحجة على أنه واحد أحد فرض صمد ولذلك بيصدها صار ربنا سبحانه وتعالى بيقول في هذا المعنى تأكيدا لكلام حضرتك والأستاذ المشاهدين علشان تتكشف الأمور وتتضح ويبقى فيه مباينة ويبقى عندي كده تحقيقا لهذا المعنى علشان أفغم الغاية والهدف من هذا الحوار ومن هذا التنوع السامي الله تبارك وتعالى لو أراد للأمة أن تكون أمة واحدة كما أراد الله عز وجل ليس فيها ليعني عاص ولا كافر ولا متشرد ولا بعيد عن طاعة الله لأراد الله عز وجل ولكن الله تبارك وتعالى قال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فتكون وهديناه النجدين علشان هذا المعنى شوفوا ربنا بيقول في القرآن والسادة المشاهدين علشان ندلل ونبرغل لأن الحوار معتمد على الدليل ومعتمد على الحج فربنا بيقول للبشرية جمعاء معتمدة على هذا المعنى مخاطبا للنبي ومخاطبا للأمة إلى قيام الساعة عشان بفيه تنوع فربنا بيقول في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم شوف المعنى اللي من خلاله التنوع في طريقة الحوار في أسلوب الحوار في شكل الحوار بس عشان يبين خلي بالك إن غاذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله علشان نقول للبشرية جمعات بجميع طوائفها جميع الخلق كله أن الله واحد أحد فرض صمت يجب علي أن أؤمن بإيمانا كامل بالله اتنين أن أصدق الرسل في كل ما قال وأخبره عن الله وعن أنبياء الله عز وجل يعني كأن كل صنف أو كل حوار موجه لنوع معين سواء ملك إبليس بني آدم مؤمنين كفار كأن فيه نموذج للحجة لكل صنف صدقتك فسبحان الله كان يعني فيه أحد الملاحدة يعني اللي خليه يدخل الدين الإسلامي أنه هو مجرد تتبع حوار الله مع الملائكة وهنيجي في حلقة الوحدة لحوار ربنا مع الملائكة ونتكلم عن القصة دي بالتفصيل لأنه هو بيقول الحوار يعني خاطب عقله وده خلينا ندخل في جزئية مهمة فكرة ليه الدين أو ليه القرآن ما يبقاش منهج أوامر ونواهي اتبع ولا تتبع حرام وحلال فكرة وجود حوار وبراهين وقصص زي ما حضرتك قلت لأن طبيعة عقل الإنسان هو ربنا خلقه فطره على السؤال والبحث إزاي؟ ليه؟ مين؟ إمتى؟ فعايزين نوضح المعنى ده لأن الحوار هو من أكتر الأمور اللي بتجاوب على الأسئلة دي وبتوصل للحقيقة سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله كان يقول أول قانون نزل من ربنا للبشرية افعل أو لا تفعل زي ما حضرتك كده بالضبط اتبع أو لا تتبع حلال أو حرام بس خلي بال حضرتك أنا عندي يا سيدة صارة علشان أعرف أعرف إن الحوار بتعرف بنا الحوار القرآني الموجود في القرآن هو حوار معجز يعني معجز يتسم بصفات مش موجودة عند أي حوار تاني متصف ومتسمة بصفات بيسموها شمولية الحوار اللي من خلالها بتحط لي الحقيقة والبرغان والدليل والحجة سواء كان اختلاف الألفاز اللي موجودة لإني ما تبص للقرآن القرآن 6236 آية في غير القفيين 6666 آية الأوامر ألف والنواهي ألف الحلال ألف الحرام ألف القصص ألف الأخبار والأصار ألف الحلال والحرام 500 الدعاء 100 آية الناسخ والمنسوخ 66 آية المجموعة دي كلها في 114 صورة في 30 جزء في 60 حزب علشان نقول لك خلي بالك شمولية الحوار الحوار اللي ربنا ذكروا في القرآن على اختلاف الألفاز الموجودة فيها تلت القرآن سواء كان بالمجدلة سواء كان بالمحاججة سواء كان بالجدال سواء كان بالحجة سواء كان بالمراء بالجدال تلت القرآن حوار ده علشان يقول لي ايه عشان يقول لي ان حوار اللي ربنا ذكروا في القرآن فيه شمولية عشان يختلف اختلاف كل وجزء عن كلام حضرتك وحضرتك والسادة المشاهدين بل حوار بتاع ربنا حوار معجز علشان اول ما بص في القرآن اسلم الامر الله رب العالمين وقول بان هذا الكلام من عند الله عز وجل اشتركوا في القرآن